طبعاً صوت يعني وحشنا أولاً مجد القاسم لما غنى في التسعينات كان الحقيقة مميز طول الوقت مميز بأغنية كان برضو التسعينات هي بداية الفيديو كليبس كلها الحلوة كان عنده أكتر من فيديو كليب حلو عنده مشاريع غنائية لطيفة دي وحلوة حاجات كتير يعني جيل التسعينات هيكون فاكر قوي قد إيه كان مجد القاسم شبهوه في البداية بفهد بلان لكن هو اختار طريقه هو هو صوت طبعاً جبلي الصوت السوري الحلو تسمع موال بقى وانت مبسوط تسمع غنى حلو تسمع بقى مقامات صوت مظبوطة مجد القاسم يعود للغنى المطرب مجد القاسم في ديافة التسعي مساء الخير يا مدر نورتنا وبعدين إيه الاختفاء ده لا إن شاء الله راجعيني بحاجات حلوة قوي بإذن الله وتبقى عودة حميدة إن شاء الله العودة دلوقتي يعني أنت كنت محزوز في التسعينات بداية الفيديو كليبس وأغاني شبابية وأجواء وشراية كاسة وبعدين السيديهات العودة دلوقتي بقى مع السوشيال ميديا آه بالضبط معاك ولا ضدك؟ بص يمكن إحنا فهمنا اللعبة السوشيال ميديا في الآخر شباب يعني لأنه خلاص كنا تطبعنا على على الكاسة وعلى السيدي وعلى الحاجات دي فجت زي ما تقولي أطعى واحدة كده غيرت الدنيا كلها مع طبعا ظهور النات وظهور السوشيال ميديا والحاجات دي آه قلبت يعني قلبت كل جيل بتاعنا جيل التسعينات آه كان مش عارف يروح فين حصل له بوز كده بالضبط كده مش عارف يروح فين آه اللي هو طب أهم شي كده ولا كده أروح فين يعني وبنفس الوقت حصل تغيير يعني تغيير بشكل فضيع آه بشكل المزيكة فجيل التسعينات متعود على المزيكة وعلى الغنى وعلى الكلمة وعلى اللحن وحاجات دي فجأة لقينا نفسينا يعني حتى اللي بنسمعه يعني حتى مش قادرين نفهم الكلمة الكلام اللي بيتقال ايه آه فأنت هتجاري ده ازاي آه فقلت نبعد شوية نبعد لغاية ما نعرف الدنيا بالضبط كده طيب احنا فهمنا ورجعنا وانت عملت في أوبرا اسكندرية الجمهور استقبلك بشكل رائع وعملت حفلة حلوة جدا يعني خليني بالبداية يعني أرحب وأشكر جمهور اسكندرية لان بجد الحفلة دي ممكن ادتني باور وادتني سعادة لا تتخيليها طيب نغني حاجة من اللي غنيتها للناس يلا نبدأ هنا كده ونمتع الناس غنيت كتير بس غني بقى الجمهور القاهرة دلوقت آه طبعا نغني غمض عيني وحلم معايا وهد إديك وحضن هوايا أحضن هوايا الأبعد حد ولمس معايا خدود الورد لن جم ولل ولا سمى ولا أرض دحنا في دنيا لوحدنا غمض عينيك وحلم معايا وهد إديك وحضن هوايا دي مية كسابة انت ومية وكنت عاملين دي وحلو بس مية كملت ويمكن التمثيل كمان ساعد مية انها لما الغنى بيبقى فيه يعني مشاكل تبقى هي موجودة في التمثيل مظبوط بس مية على فكرة في الفترة دي كان يعني لو فضلت مستمر على جو غمض عينيك لأنه مكانش يعني الفترة دي مفيش ممكن إلا مطربتين تلاتة كانت وانت كنت سببك تشاف منك الحمد لله فكان عندها فرصة أيامها يعني انه لو استمرت في الرومانسي ده مكش حد بغني رومانسي صحيح كان الموضوع مختلف جدا انت وانت بتغني بحلم إيديك وانت معايا ما بقاش في رومانسي الدنيا بقيت كلها هجر وخصام ومشاكل ومشاكل وارزع وضرب بالزبط وحاجات كده مجد انت كمان كنت مميز طول الوقت بفن الموال فن الموال مش سهل وكنت دايما بتبدأ دايما أغنيك بالذات في الحفلات تبدأ بموال فكنت بتخطف الجمهور زي ما بيقولوا فانا عايزك تخطفنا دلوقت بموال يا من هواه يا من هواه أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وصلتني وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتاني أنت الذي أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لن تخون فخنتني فلا أدعوان عليك في غسق الدجاة يبليك ربي يبليك ربي يبليك ربي مثل ما مثل ما قبليتني الله الله ده من أشهر المويل اللي أنت في حاجة تغني من أشهر المويل اللي عملتها طبعا هو عربي قديم يعني مجد عودتك أنت نزلت ألبوم جديد بنزل سنجلات سنجلات كده حاجات بسيطة بس العودة فيها الشغل للأغاني الشعبية أكتر هل أنت حاسس أنه أنت عايز تتقرب للناس أكتر من الغنى الشعبي هو أنا عامل كل الألوان يعني بس يمكن اللي نزلتهم أغنيتين دلوقتي يعني أنا عامل طرب وعامل برضو موويل وعامل رومانس وعامل كل الحاجات دي إنما يعني بعد تفكير عميق وبعد تعرفة بقالنا فترة يعني ما قدمناش حاجة لقينا الدنيا متغيرة الناس عايزة تفرح بصراحة يعني في الوطن العربي كله صح والأزمات والأزمات والثورات والمشاكل والحروب ولكل الحاجات دي فطبعا أنا ما قدرش أروح للسكة المعمولة المزيكة المهرجانات والجودة ما قدرش أروح يعني ما قدرش أروح لهم بس أقدر أغير في المزيكة في الإقاع ما قدرش تروح له لأنك مش معجب بيه ولا ما قدرش تروح له لأنه مش بتاعي مش بتاعي يعني أنا راجل بتاع غنى أنا بغني الموضوع هناك ما فيه وش غنى هو عبارة عن يعني وحتى أغانية أحيانا مش بتاعتهم يعني بياخدوا أغاني فصعب أني أروح للموضوع ده بس أخدت روح الإقاع والمزيكة بس بغنى حلو بغنى شعبي بكلام حلو يعني بشكل لا يسقلي بس بنفس الوقت بقى فيه يعني حاجة طب إحنا ممكن نسمع حاجة من الجديد من الشكل الجديد كان عندي مشكلة اسمها بخافي زعلو أخيرا لقيت حلها وحالا هاعلنوا واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء أعصاب لحد الباب هاوصلوا واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء أعصاب لحد الباب هاوصلوا بكل هدوء أعصاب لحد الباب هاوصلوا يعني العايز يزعل يزعل شوف انت كنت بتغني في البداية التسعينات بحلم معاك وانت معايا سلام وأمان وحال هو ده حلنا يعني انت وصفت حلنا بتغير الشكل العايز يزعل يزعل انا حوصله لحد الباب خد الباب وراك خد الباب وراك وريحنا طيب انت يعني لسه بدأت تنزل حاجات متخوف والمطرب دايما بيبقى عنده قلق انه حتى لهو مكمل المشوار متخوف ولا جاهز للمواجهة زي ما بيقولوا بصي انا يعني عارف المسأل اول بيت الشعر طول عمري بحب البيت الشعر ده ده ابو القاسم الشابي بيقولك من يتهيب صعودة الجبال يعيش ابدا الدهري بين الحفر لو فضلنا نقول ده اخاف منه وده اخاف منه هنفضل قاعدين في بيتنا مش هنعمل حاجة لا نشتغل ونغير ونجرب ومش عارف ايه وفي الاخر كله توفيق من ربنا يعني ما فيش حاجة مهما كانت هي في الاخر توفيق من رب العالمين فنجرب الغنوة دي مكسرت دنيا دي ونزلت على السوشيال ميديا وده تحس وده البديد تحس رب الناس وصلت ملايين وملايين يعني على السوشيال ميديا الحمد لله وده ده احساس مختلف ده احساس يعني من زمان ما حستوش من زمان من زمان كنت محتاجه محتاجه جدا جدا احساس النجاح واحساس انك ترجع بقوة وتفكر الناس بك بقوة صح وغير كده يعني لما بتنجح حاجة الناس فورا بتروح للقديم لشغلك القديم يشوفوا طب كنت بتعمل ايه طبعا لانه كمان المطرب لما بيطلع يغني بيغني زي ما بتقوله ريبرتوار بيقول كل حاجته بالزبط قديم وجديد والناس بتبقوا بزاد في الحفلات اكيد الناس تبقى مبسوطة لا عايز اسألك حاجة ما حدث وما يحدث في سوريا هو كان جزء ايضا من الاختفاء رغبا كأنك موجود في مصر من زمان الاختفاء بصي طبعا ده جزء كبير منه اكيد اللي حصل وبنفس الوقت يعني قلتلك تغير شكل المزيكة وما كناش عارفين نروح فين قدمنا شوية اعمال بس ما تحستش محدش شفا لانه كان فيه تغيير شامل وغير كده جات عندنا فترة ثلاث سنين اللي فاتوا برضو الكورونا والجو ده يعني محدش كان فاضي وقصص وحكايات حاجات كتير حصلت فإنما الحمد لله وغير كده يعني أنا مش بس يعني أنا شغال لنفسي بس أنا أتمنى أنه كل الجيل بتاع التسرينات لسه كنت أحسألك جيل التسرينات مين أنت على تواصل معاهم ومين أنت شايف أنه لا فضل مكمل ومين شايف أنه كان عنده نفس التخوف زيك يعني أنا شايف أغلبهم ما عارفوش يكملوا برضو يعني بس يمكن الفترة دي كلهم بيحاولوا أنه يعملوا أعمال وتمنى طبعا أنه كلنا ننجح لأنه حيبقى حافظ للكل أنه يشتغلوا بشكل حلو بس يعني في أصوات روعة كانت موجودة يعني مجد كان بينفس مين في التسعينات مجد كان بينفس مجد أنا بحك بالثقة لأنه مش موضوع الثقة لأنه أنا اللون بتاعي لا يعني كنت بتعمل حساب لمين يعني ما كنت بتنزل شريط أو ألبوم كنت وقتها تعمل حساب لمين صدقيني ما كنتش بعمل حساب مش قوة أو أنا دايما بقول التوفيق من عند ربنا تمركز مع نفسك كل إنسان له رزقه له نصيبه كلنا كنا ننجح كلنا ننزل وننجح ده الفرق والفرق اللي دايما بقوله أنا يعني دايما دلوقتي بيكلموك عن حاجة كلمة اسمها ترند ترند يعني أنه طبعا مكسر الدنيا بالزبط الترند دلوقتي أنه مثلا الأغنية تعمل مشاهدات مليون وما فوق المشاهدات دي من أسهل ما يكون تعمل جيبي أي حاجة شزة في الطريق وحطيها حتعمل ملايين إنما الترند الحقيقي بالنسبة لنا إحنا جئي للتسعينات الترند الحقيقي أنا لما أنا أنزل أو إيهاب أو مصطفى أو هشام أو مش عارف إيه بعد ثلاثة أربعة شهور يبقى الشريط بتاعنا بايع أربعة خمسة مليون شريط يعني بعد ثلاثة شهور يعني فرشة الشريط بتاعتنا كانت مليون مليون ونص صحيح فالترند ده ترند لما فيه مليون ونص في يوم ينزلوا عشان يوم الفرشة كنتوا بتغلوا في حفلات ساعات واحدة يبقى فيه إيهاب موجود كلنا بس موجود مصطفى أمر كلنا نتواجد كانت أيام الخير والفن أيام المزيكة الصح أنت برضو كان عندك لونك الشامي والسوري مختلف كان بيديك نكهة مختلفة بالظبط أنا الغنى مصري إنما بالطعم السوري يعني كان فيه تزاوج بين المزيكتين وده اللي أنا تفرط فيه أغني يمكن أنا الوحيد اللي كنت مركز على الموال الفصحة مركز على الدراما مركز على الحاجات التقيلة لي فكان ملعبي ليه كانوا دايما يقولوا عليك فهد بلان كنت بتتبسط ولا كنت بتحسن طبعا ده نجم كبير الله يرحمه طبعا وله فضل علي يعني كبير جدا طب هو وحشنا نبقى نغني له حاجة بس هناخد فاصل ماشي فهد بلان مجد القاسم هنكمل في التاسعة أغاني حلوة وغنى حلوة وحالة كده من النشاط الجميل انت حسس انه جيل التسعينات يعني كان عنده حالة مش عارف يفك الشفرة بتاعت الجيل اللي موجود تلوقتي والظلم ايه اللي ظلموا كنتوا موجودين بفيديو بفيديو كليب ما أنا قلتلك ظلموا بعد بعد يعني جيل التسعينات ما خدش فترة طويلة يعني كلهم على بعض مثلا سبع تمان سنين عشر سنين فجأة يعني دخلت الألفنات دخلت الألفنات والنت والموبايل والحاجات دي اندثر شيء اسمه شريط الكاسد طبعا شريط الكاسد ده فكرة كان أقم يعني العولمة غيرت الدنيا غيرت كل حاجة فالكتير يعني وتغيرت المزيكة وتغيرت يعني حتى الموزعين الموزعين الجدد غير غير فكر الموزعين بتوع بتوع التسعينات حسيت انه جيل التسعينات حصل له غربة 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 شديدة يعني بالضبط إنما دلوقتي بدأوا يعرفوا بدأوا إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل طبعا منكمل كلامنا بس إحنا وعادنا النسب بفهج بلائنا آآ آآ أوك يعني واشرح لها بقى ولا إيه يا محتاجة واشرح لها بصراحة واشرح لها عن حالاتي روحي عالي للأجلى ها 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 روحي ناسي من الأرض خبرها إني بحبها وشرح لها عن حالتي روحي عالي للأجلها الله 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 عايزة أرجع تاني برضو وأسألك طيب يعني أنت دلوقتي حتغني حاجات مثلا وتتفاعل مع الناس تغني موال مثلا تغني حاجة على السوشيال ميديا من غير ما يكون أغنية يعني هتبدأ تتعامل مع التدعيات الجديدة بقى في الغنى أكتر مثلا زي الأغنية اللي غنيتها من شوية دي اللي عايزي زعل يزعل دي أغنية خفيفة وصلت للناس بشكل حلو جدا ليها نسحة إنما بنفس الوقت ما قدرش استغنى عن الناس اللي طلعتني أيها نسحة شوية رومانسيات في الكليفات اللي شوناها برضو حلو يعني لازم أغني رومانسي ومغنيه كله طبعا الحمد لله وعامله وبرضو عامل جو حلو جدا جدا يعني لازم أرضي كل الأزواء زي ما بقوله أكيد طيب أنا عايزة أرجع أسألك فكر لما غنيت أنت ومي الأغنية وقتها كان معروض عليك ثلاث أربع مطربات من العالم العربي قلنا واحدة بس يعني بلاش الأسماء بلاش الأسماء الوقت عدى يعني من ضمنهم طبعا الله يرحمها رجاء بالمليح رجاء بالقتصو كميل بس أنا اليوم ها أنا فاكر يعني الأغنية دي كانت عجيبة من أول ما سمعتها طبعا من الفنان الراحل سامح العجمي والفنان الراحل أشرف سالم الشاعر والمحل أيوة من أول ما سمعتها حسيت فيها حاجة أنه الغني غنوة دي رغم أن هي كمان تون رومانسي قوي بالضبط يعني ومعاك مطربة صوتها هيد وهي الأغنية كانت أغنية عادية أغنية مطرب يعني مش دوتو أيوة بس لما سمعتها قلت له بقول لك يا سامح من منشتغل على الأغنية دي نعملها دوتو قال لي بس ما فيها رومانسية الرجل والمرأة قال لي بس دلوقتي الدوتو هات كلها اللي ناجحة في الوطن العربي كلها يعني إقاعية ووائل ونوان كان وقتا بين حبيبي أنا بالضبط كده فمعقول الرومانسية دي قلت له بقول لك حاجة لو عملنا الأغنية دي أنت عارف في الأعراس أو الأفراح كلها كانت فيه أغنية وحيدة بتشتغل في الأفراح كلها اللي هي ضميني بتاعة إيمان البحر صحيح فقلت له ما تيجي نعمل الجو ده يعني الأغنية دي يعني أغنية ضميني هي اللي اديتك الأحساس بالضبط كده فقلت له تعالي نعملها بس دوتو عشان لما تبقى تتغنى في الأفراح يبقى العريس والعروسة يعني يبقى فيها حاجة كده قال لي والله ماشي قعدنا اشتغلنا عليها لغاية ما عملناها دوتو ونجحت بس المشكلة إنه في الصوت في المطربة اللي حتغني الشركة جابتلي وخلص ودفعت عربين جابتلك ثلاثة أربعة يعني في منهم حد دفعت له العربون كمان كمان قلت لهم أنا مش يعني نوة مش عايز قال لازم نجم ونجمة يعني قلت لهم أنا عايز أجيب صوت يعني فيه صوت فودني هو اللي بدور عليه يعني عايز صوت فيروزي كده حاجة لأن الأغنية فيها رومانسية بنت لازينة أنا مش عايز صوت جبار أنا عايز صوت رقيق بس لغاية ما خلص أقنعتهم بالموضوع ده وقعدنا ندور قعدنا ندور يمكن سمعت حوالي خمسين صوت منهم حوالي 30 صوت جبارين من أجمل أسواع لغاية ما لقيت أنه خلاص لغاية ما لقيت مش لائل أنت ممكن تعمل ديو مع مي دلوقتي ممكن طبعا بس مي بتغني برضو حاجات مختلفة حتى لو مختلفة مي بدت بالرومانسية وعندها طبعا عندها الإمكانية أنه تغني لسه الرومانسية يعني تحب تعمل ديو وتكلمنا في الموضوع ده بس لغاية دلوقتي أنت عارفة غمض عينيك وصلت للسقف زين بقوله لو ما كانتش حاجة تبقى بالقوة دي مش هتعمل أي إضافة ممكن تبقى موت شعبي ممكن ولا تعمل ديو مع حد تاني صوت رجالي بالموت الشعبي ده ينفع ممكن للتنين ممكن للتنين طبعا بس أنا عارف أنه أنا لو عملت أنا ومي حاجة يعني الناس حابة تشوفنا مرة تانية مع بعض لو من أصوات التسعينات الرجالية ديو تختار مين بهاق طبعا بهاق سلطان بهاق سلطان نبص فيه تنين صوتين من الأصوات المصرية اللي بعتبرها أنا من الأصوات المصرية الجمدة جدا مصرية مصرية من قلب بهاق وخالد عجاجة طبعا بها نسمح حاجة بقا حييهم بقا واحد فيهم اختار واحد فيهم تحييه حييهم الاتنين بس مش يعني مش عارف مقاطع صغيرة بهاق لي حاجات كتير أمو أفو أنت بتكلمني يا لماشي ونسئني و الاتنين أصوات جميلة مش كله ما بحفظش أنا بس يا أمو أفو أنت بتكلمني مش حافظ الكنال مشكلة بس طبعا بحيي بهاق وبحيي كل الفنانين طبعا فنانين كمان بهاق ليه أغنية برضو عن الخصام والزعل آه محنا كلنا غنينا للخصام والزعل الأغنية الجديدة يعني اللي هو تعالى دلعك آه بس حلوة طبعا يا حلوة ورجعت بهاق لمنطقة يعني بعد ما بهاق قعد فترة طويلة مختفي آه بس أنا كنت متوقع إنه بهاق لو قدم أي حاجة جديدة بهاق من أجمل أصوات الوطن العربي دي حقيقية حينجع حيرجع أيوه كان يعني شوية عفرة شوية مين من الأصوات السورية اللي ممكن كنت تعمل معاه حاجة أصوات كتير أصوات السورية كتير طبعا آه أنا كده كده عملت أنا وفيه فيه نجمة اسمها أمل عرفة طبعا آه طبعا ومطرب أعملت أنا وهي أغنية اسمها ضم قلبي آه بس أنا بحب ميادة طبعا بحب طبعا ومين ما أحب اسم ميادة آه وأنا بعشاءك والجو اللي أنا كنت أحقق باب 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 يعني أحب أعمل الجو ده أساسي طبعا نسمع حاجة ميادة خلينا نحيي برضو صوت ميادة آه أنا أنا بحشاءك أنا تررر dá أنا بحشاءك أنا ترر ra أنا بحشاءك أنا ترر dá انا كلي لك انا ترارارا انا 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 ترارارارا يا من ملك روحي بهوى روحي بهوى ترارارارا الامر لك طولي الحياة طولي الحياة الماضي لك وبكر لك وبعد لك نفسه هادي وفي منامي بسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك ترارا بتحبني ولا نكتب على القلب نارك نارك قول يا حبيبي قول قول يا ملك الله الله غنى حلوة كلمات حلوة زمن الزمن اللي احنا فيه ده بقى فيه كمان خد بالك العالم العربي مليء بالشباب والشباب قاع الحياة فرض عليهم حاجات كتير اكيد طبعا فعندك برضو الراب والتراب والاغاني المختلفة رأيك فيهم ايه تسمع منهم حاجات اكيد بسمع منهم طبعا ده ده الوان جميلة وليها جمهورها وليها سقفتها برضو يعني ممكن صحاب الراب والتراب هم بيحسوا ان هو زي الموال بس ده الحديث بالحديث يعني انتشر لون حتى في مصر من فترة كان اسمه الاندر جراوند طبعا كان يعني حاجة جميلة وحاجة جديدة فيه كلمة فيه لحن بس طبعا على مزيكة جديدة وجتارات ومش عارف ايه كان شكل كان شكله محبوب جدا جدا وفي فرق كتير نجحته واشتغلت كتير انا مع اي شكل غنائي بس يبقى فيه كلمة لانه حياتنا كلها كلمة يعني اللي بنتكلمه دلوقتي كلمة الكلمة يعني هي الحياة طبعا هي 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 اسمنا كلمة حياتنا كلمة يبقى فيه كلمة بس انا ما عنديش مشكلة عارفة حتى في المزيكة الجديدة والمهرجانات ما عنديش مشكلة بس قدمولي كلمة يعني ما يبقاش ما تبقاش تلت ترباع الأغاني فيها قلة أدب وكلام ايه وخارج ومواضيع خارجة ومش عارفة لا قدمولي كلام حلو غنى غنى يعني خلونا مغني يعني خليكوا في المزيكة دي بالعكس المزيكة دي حلوة طبعا صفحاتك على السوشال ميديا بتدخل بتتفعال مع الناس طبعا بتاخد وتدي معهم ودلوقتي طبعا يعني بعد ما عرفنا الملعب ده قد ايه هو قوي انا ما كنتش مهتم بيه خالص على فكرة بعد ما عرفنا ده دلوقتي لا اخلاص يعني كله بتتابع مثلا المشاهدات والناس بقلق بحب ولا بتتابعها انه الدنيا ماسش يعني من غير ما تبقى الان بكله كله مع بعض لازم يكون في قلق طبعا الدنيا تغيرت يعني زمان كنت تعمل حفلة وترجع تنام وترتاح دلوقتي لا انت تنزل القونية وكل شوية تفتح الموبايل تشوف الدنيا بيت ايه وصلت مشاهدات قد ايه غير زمان زمان زي ما قلتلك كان كان جمالها كان في راحة بالا اكتر انه الناس كلها تلبس وتركب عربيتها وتنزل من بيتها وتروع على محل الشرائط عشان تشتري شرائط لعب وضوع كان مختلف خالص بس طبعا زمان كان اجمل انه الناس دي رايحة عشانك مخصوص رايحة على المحل ونزلت من بيتها وركبت عربيتها ومشت عشان تشتري شرائطك وتدفع فيكي فلوس انا من دلوقتي انت المشاهدات كلها كلها موبايل ده قاعدة بتلفتوا على الدنيا كلها في ثانية تقول اللي انت عايزه بالضبط طب ما نغني حاجة من اغنيك نغني حاجة من هنا بدأ الهواء من هنا بدأ الكلاء واللي عطشان ارتواء من هنا لحظة غراء طب من هنا بدأ الهواء من هنا بدأ الكلام من هنا بدأ الهواء من هنا بدأ الكلام واللي عطشان ارتواء مننا لحظة غراء صعب لأم ليلة يليلة يليل يليلي شوف الوين الله الله كمية دلوقتي كمان عشان تغني بقى فيه أجيال جديدة في الألحان في الكتابة عندك تعاون جديد مع ناس مختلفة أنا مع الكل شغال مع الكل طبعا الجديدة عشان أفكارهم أفكار الجيل الجديد ودايما أنا برضو تعاوت على حاجة إحنا مهما كان تفضل دماغنا ومتأسرين فيما مضى دلوقتي أنا بجيب ولادي عندي ابني مثلا في الجامعة وابنتي داخل السنة بس هم بقوا جمهورك أو الميزان من خلالهم أعرف الدنيا راحة فين اللي بيحصل وهم بقوا يساعدوني في الاختيار يقولولك لا يا بابا الشباب بيحبوك لا مش بيحبوك الشباب دلوقتي بيحب كده وعلشان كده لما اخترت الأغنية الجديدة دي بتاعت آه يا بابا دي إحنا بنزعل مع صحابنا ونمش عارف إيه حد زعل مع هم الميزان بتاعك بالضبط كده عمرنا معرفنا كتير عن حياتك الشخصية في عندك ولد وبنت أنا عندي ولدين وبنت ولدين وبنت حد فيهم متجه للفن عندي مؤيد الكبير طبعا السنة دي تلقى تلتة أعلام عازف جيتار جامد جدا جدا آه عازف جيتار حتى عندي لوجين عازف بيانو جامد جدا طبعا ممكن تعمل حاجة مع عازف الجيتار ده حاجة حاجة سبانيش يعني في الحسبان حعملها في الحسبان موجود طبعا طبعا لو تعرض عليك بكرة الصبح حفلة في الأوبرا وحفلة للشباب في مكان مفتوح هتختار مين هختار لتنين طبعا لأ لازم تختار مين بصي ده جيل وده جيل ده جيل وده جيل ده الناس وده الناس أكيد أحب أغني للشباب ووصل للشباب بس الأوبرا هي العشق يعني الأوبرا دي يعني عايز أقول لك هي الراحة من تلتة يام هي اللي هو انت رايح مرتاح انت رايحة بيتك ومروح مرتاح بالزبط حتى الناس اللي قدامك يعني عايز أقول لك من تلتة يام دي حفلة سكندرية أنا لازم كنت أغني ساعة ونص ساعتين اللي ربع البروغرام بتاعي عد ثلاث ساعات إلا شوية اللي هو الجمهور وحشك والناس وحشك اللي مش سايبيني أمشي لدرجة أني تعبت لدرجة أني تعبت بس جمهور أروع من الروعة إداك أمل حسيت أنه أيوة أنا أقدر أكملي إداك الأمل وجمهور زوّاخ حتى لما هو غنى الأغاني بتاعتي التون بتاعه فظيع ما فيش نشازاية واحدة كأنه ستوديو بيغنوا في ستوديو في بعض المطربين بدأوا يتجهوا يغنوا شبه المهرجانات رأيك إيه فيه؟ شوية مش غلط مش غلط أنا قلت لك يغنوا المزيكة دي إنما بالكلمة أنا أهم حاجة عندي الكلمة الكلمة تبقى محترمة كلمة جميلة بتناقش بتناقش مشكلة بتناقش حاجة يعني أهم حاجة الكلمة مجد حمد الله على السلامة نورتنا وترجع تغني وتملى الدنيا غنى وتكمل أغنيك ومشورك أنا سعيد قوي أني طبعا بقالي زمان مش شفتكيش أكيد وأنا كمان والأجمل أني أنا النهاردة في القناة الأولى بتنا واللي ليها هي والفضائية المصرية فضل كبير على دماغي أجمل الفيديو كليبس بتاعتك بتتزعف كلها طبعا أساسا طلعنا منين طلعنا من القناة الأولى والتانية والفضائية المصرية من التلفزيون المصري يعني تحية ليكم ودايما يعني موفقين ودايما المكان ده عامر الله يخليك هنختم بحاجة لمصر وإحنا على بال ما تستعد أن نشكر كل مشاهدينا ونلقاكم بإذن الله وقتين ده النهاردة معاكم في التاسع خميس الجاي ده أجدد معاكم اللقاء غدا مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم وأما أنا ألقاكم على خير نختم بمصر نورتنا أنا بكل فخر وأحب بحب مصر بحب حواريها وكل ما فيها بيوتها شورعها كان يسهج ومعها وبلادي الكون جامعها عندي مش زي مصر أيه يا سكنديرية بعشق كرم الشرقوة والبنت المنصورية برقيها ألف رقوة وما أم مولانا الشيخ بحب أهل طنطة منوفية وكفر الشيخ رجالة مش أونطة والأهرمات في الجيزة شباب نفسه عزيزة سلام للفلاحين وتحية للصعايدة سلام للفلاحين وتحية للصعايدة والبندرية تمن في كل حتة في مصر اشتركوا في القناة